تعالوا نخش على ملف تاني وعايز أرجع ليه تصريح مهمة أوي وما يتعلق بمرات الأهل والوداد وفي لفة نظر التصريح ليه المدرب الوداد وليد الركراكي ماشي واللي قال إيه مبارح قالك اللي بيقول إن الأهل هو المرشح الأكبر للتتويج إذا ربحنا هنا سنكون سعداء لأننا لم نقم بصفقات خلي بالك من كده لديهم خبرات أكتر مننا ماشي هنامهم وكذلك التاريخ يقف في صفهم نحن خلاص كده نمنا خالص سنقتل 90 دقيقة أو 120 دقيقة وحتى لو وصلنا للرقلات الترجيح تصرحات كلها إيه هي عايزة في اتجاه الشغل النفسي والجانب النفسي والتأثير على النادي الأهلي وعلى اللعيبة وعلى الجهاز الفني إن إيه يا جماعة لها دنتوا حسن مننا بكتير دنتوا أجمل مننا دنتوا تاريخ وقاطة طبعا تاريخ النادي الأهلي أكبر ما فيش حد يختلف على كده دنتوا كدراتكو أعلى مننا بكتير قد نختفق وقد نختلف لو إحنا كسبنا دي تبقى معجزة ليه معجزة ليه نادي الوداد فريق كبير جدا مش عايف هو بيقلل من نادي الوداد ليه لكن في كل الأحوال يا كابتن ريكراكي ده إنت جاي في حتة مش هتسلك فيها إحنا عندنا ملك الموضوع ده ملك التصرحات موسيماني مش هيداحك علينا خالص في التصرحات الأزادية حقه يقول له هو عايزه طبعا لها كل الاحترام يعني لكن الحاجات الأزادية إحنا عنينا منها وموسيماني مدير فني في سانداونز فمش هتخش على موسيماني وعلى اللعيبة وإن شاء الله الأهل يكون